موسيقى أهلا بكم في هذا الموعد الاقتصادي لنهار اليوم والبداية بتصريح رئيسة بنك التنمية التابع لمجموعة البريكس ديلما غساف التي أكدت أن انضمام الجزائر إلى التكتل مهم للغاية بحكم إمكانياتها الطبعية وأردفت غساف من المهم أن تكون الجزائر عضوا في مجموعتنا التي ترمي إلى التوسع لشركاء جدد مرحبة بإعلان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إداع مليار ونصف مليار دولار في بنك البريكس كمساهمة أولية في التعاون الطاقوي الجزائري الروسي كشف وزير الطاقة نيكولاي شولغينوف قبيل انطلاق أشغال القمة الروسية الإفريقية الثانية بسان بيترسبورغ أن روسيا اتفقت مع الجزائر على زيادة حضور الشركات الروسية في المشاريع الغازية في الجزائر للإشارة يستثمر العملاق الروسي جاسبروم بالتعاون مع مجمع سنتراك نحو مليار دولار في تطوير حقلين برقعة حقل عسل جنوب شرقي حاسم سعود إذ تستهدف انتاج نحو مليوني متر مكعب من الغاز الطبعي يوميا وأكثر من ألف طن من المكثفات وحوالي 220 طن من غاز النفط المسال يوميا ووقعت كل من غاز بروم وصنتراك على مخطط تنموي بهدف رفع حجم استثمارات العملاق الروسي الغازي بالجزائر إفريقيا التأمت اليوم بالعاصمة النيجرية أبوجة المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في اجتماع طارئ لدراسة الوظه بالنيجر وأنشأت السيدياو سنة 1975 تضم المنظمة 15 بلدا إفريقيا ويطلق عليها أيضا اسم الإكواس وعند نشأتها كان للمنظمة دورا اقتصاديا تحول أقول فيما بعد إلى مهام أخرى تهدف إلى الحفاظ على السلم بالدول الأعضاء ترجمة نانسي قنقر محليا يعاني منتجو التمور بولاية أدرار من مشكلة التخزين والتسويق لذا يبحث أصحاب المزارع المنتجة للتمور على إيجاد سبل للترويجي تسمح بتغطية احتياجات السوق الوطنية ولم لا ولوج الأسواق الأجنبية المزيد في هذا الروبرتاج لمحمد لامين بوتومي منذ القدم يعرف عن منطقة توات الوسطى بولاية أدرار انتاج أنواع مختلفة من التمور يعتمد المنتجون ولحد الساعة على طرق تقليدية جعلت الأرقام تخالف التوقعات هذه السنة وفي موسم جني التمور أخذنا عينة من أقصر المناصر بلدية زاوية كونتا للحديث عن الواقع بالنسبة للتوسع ما كانش نقصان كان نقص المساعية نقص منين السبب من التعلماء مثلا بالنسبة للفقاقية ما أبقىش خاص وبالنسبة للتاني للخدمة ما كانش شباب منتعها الشباب منتعها الوقت هذا ما يخدمش الفقارة الكبار اللي كان يخدم الفقارة ما أبقىش خدمها والصغر هذا السبب منتع تنقص المساحة حق المشكلة لدينا وهو نواجه في هذا المجال وهو الترويش لتمور منطقة ولا تدرى تمور تعنا في هذا النوع الأول وهو كما نقوله يتكل طازج والباقية بس نقوم ببيعه إلى المناطق دول المجاورة في إطار تبادل التجاري كذلك يسوق إلى المناطق الشمال كسعيدة كتلمسان لابد معارض باش نرويش أكثر مكان يقصده المواطنون لإقتناء التمور في موسمها سوق بودا حيث في هذا المكان يقوم الفلاحون بعرض منتوج السنة أمام صعوبات التعريف والترويج لتمور ولاية أضرار جاءت الدراسة بضرورة إنشاء مصنع لتحويل واستخراج مشتقات التمور مشروع رأى النور ثم توقف قلت ندير مشروع لتحويل البقايا من التمور جبنا هذه الآلات خطوط الإنتاج الأولية في المرحلة الأولية على أن نستكمل باقي المشروع فيما بعد لكن كانت عندنا مجيتنا إعاقة مالية نعم ما عندنا مشكلة مع الجهات الوصية في الدولة الحمد لله كل الناس فريحين بالمشروع هذا ينتج فيه تقريبا خمس خطوط إنتاج الرب معروف كذلك مرب التمر خط إنتاج السكر السائل هو المقصود في المشروع والثاني السبيطارات ليسيروا ليسيروا أو مهد وخط كذلك للأعلف باستكمال مشروع استخراج مشتقات التمور سيجد المنتجون طريقا أخرى لتسويق هذه المادة وبالتالي تثمين إنتاج التمور بالمنطقة الجنوبية للوطن عربيا سجل حجم الاستثمارات في الأردن خلال السوداسية الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 47.6% ليصل إلى 597.2 مليون دينار أردنية أي أكثر من 852 مليون دولار خلال السوداسية الأول من العام الجاري طور علماء سنيون طريقة مبتكرة لإنتاج البروبيلين بغية المساهمة في جهود الحد من انبعاثات الكربون ويعمل البروبيلين كمادة كيميائية أساسية وسيطة لمختلف المنتجات مثل البلاستيك والإمدادات الطبية ومكونات السيارات ومواد البناء وتتطلب أو بيد أن تكنولوجيا الحالية لنزع الهيدروجين الهيدروجين بشكل مباشر من البروبيلين وتحويله إلى البروبيلين تتطلب وجود كم كبير من الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل لاتفاق مع الأرجنتين سيفتح الباب للدولة التي تعاني من أزمة مالية للحصول على 7.5 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة ضمن برنامج محدد إلى أسعار النفط حيث عرفت العقود الآجلة لخام براند خلال الساعات الماضية ارتفاعا طفيفا لتسجل 84 دولارا فصل 29 سنة للبرميل مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1% لتحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي إلى أسعار المعدن النفيس الذي تحرك نحو الأعلى وسجل ارتفاعا طفيفا قاربا بفضله عتبة الألفي دولار ليسجل بذلك ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين دولارا فاصل تسعين سنة للأوقية ختام النشرة بصرف أهم العمولات الأجنبية مقابل الدنار الجزائري فلنتابع نهاية النشرة الاقتصادية موعد يتجدد غدا بإذن الله سلام الله عليكم موسيقى